بوادر انفراجة تلوح في أفق جهود التصدي لوباء كورونا الولايات المتحدة التي تعد الأكثر تضرراً بالوباء عالمياً من حيث عدد الإصابات تشهد تراجعاً في متوسط عدد الوفيات اليومية الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس من عام 2020 ما تعتبره المراكز الطبية علامة جديدة على نجاح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC فقد حصل أكثر من نصف السكان البالغين في الولايات المتحدة على التطعيم كاملاً بينما وصلت نسبة الحاصلين على اللقاح لمن يبلغون 65 عاماً فأكثر إلى أكثر من 75% وساعد ارتفاع معدلات التطعيم بين كبار السن على خفض أعداد الوفيات بصورة ملموسة وتشير البيانات إلى أن المتوسط اليومي الحالي الذي لا يتجاوز 432 وفاة يمثل أدنى نقطة لمتوسط الوفيات اليومية بعد أي زيادة خلال ذروة الوباء وأشرت الدراسات إلى أن اللقاحات المتوفرة داخل الولايات المتحدة تحمي من تحورات فيروس كورونا التي اكتشفت على الرغم من أنها قد لا تكون بنفس الفعالية ضد السلالات الأولى ولا يبقى حالياً أمام المراكز الطبية ومعامل تصنيع وتطوير اللقاحات إلا محاولة استكشاف آليات جديدة لتعزيز المناعة وتوفير حماية أفضل للناس